النهاردة بصراحة يعني كان يوم أنا بعتبره من الأيام اللي هتتحسب لنا في تاريخنا في العمل المجتمعي النهاردة بصراحة وفقنا في أن احنا نعمل عملية استفاف لقوافل المواد الغذائية وقوافل الطبية وتم توزيحها بفضل الله الصبح النهاردة على مستوى ست مراكز في محافظة الدأهلية وختمنا الجولة بإفطار يعني إفطار جماعي ضم أكثر من حوالي من ست لسبع تلاف مواطن مصري من كل أطياف المجتمع سواء من الدأهلية من كل المراكز الدأهلية أيضا من محافظات الدلتا معانا ناس النهاردة حضرت من الصعيد معانا ناس حضرت من مطروح معانا ناس حضرت من سينة النهاردة كانت لحمة وطنية وكانت يعني تكافل وتحاب بطريقة يعني تقشعروا لها الأبدين من قطر الحب اللي الناس بتقابل بعض به والناس بتتعامل مع بعض به وهي دي الروح المصرية اللي احنا دايما دايما بنأكد عليها وإحنا دايما كمجلس بنؤكد على التواصل والتراحم وإحنا كلنا نبقى إيد واحدة فعلا إحنا لما اخترنا شعار وطن واحد ما اخترناهش من فراغ اشتركوا في القناة